السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم توقعتنا اليوم الخميس 18 كانون الثاني يناير طبعا القمر موجود لغاية ساعة الصباح في برج الحمل وبعدها بده ينتقل لبرج الثور القمر موجود في برج الحمل لغاية الساعة 8.11 دقيقة من صباح اليوم الخميس وبدو ينتقل لبرج الثور ورح يظل موجود في برج الثور لغاية الساعة 1.57 دقيقة بعد ظهر يوم السبت 21 لا ينتقل القمر بعديها لبرج الجوزة القمر الآن موجود في منزلة البطين وهي منزلة جيدة لتهدئة النفوس والإصلاح والبدء بكل شيء ورح يظل القمر موجود في هاي المنزلة لغاية الساعة 12.42 دقيقة من صباح اليوم الخميس لا ينتقل القمر بعديها لمنزلة الثورية وهي منزلة جيدة تنفع للبدء بكل شيء وغير مناسبة لإظهار أي شيء مناسبة للسر والكتمان وإخفاء الأمور القمر بما أنه موجود في برج الحمل الآن لغاية ساعات الصباح معناته منظل منشعر أن أكثر نشاط في العمل وأكثر تصميما وأكثر استقلالية وممكن نبدأ بمشروع جديد ولكن من المرجح أن تكون أفعالنا متسرعة أو متهورة علينا أن نكون حذرين على الطرقات أثناء الحركة أو قيادة السيارات منلاحظ أيضا أنه خلال هذا الوقت بنفقد صبرنا في تعاملاتنا مع الآخرين وهذا الشيء ممكن يؤدي لوقوع مشاكل أو حجج غير ضرورية بسبب المشاكل بنفقد دبلوماسيتنا وبتسيطر علينا العصبية وفرض الرأي والتحكم بالغير برضو القمر لما بيكون موجود في برج الحمل يوصى بإجراء فحص للعيون إذا لزم الأمر لذلك أو تعديل تصريحة الشعر أو قصة الشعر أو إقامة حفل ما بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا أول زاوية رح نتكلم عنها وهي زاوية تربيع سلبية بين القمر وبين الشمس هذه الزاوية رح تكون الساعة ثلاثة واثنين وخمسين دقيقة صباحا ومعنى زاوية تربيع يعني أنه نصف البدر طبعا هاي الزاوية زي ما حكينا في ساعات الفجر ثلاثة واثنين وخمسين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش بتخلق لدينا حالة من عدم الاستقرار تتمثل بصراع بين المشاعر والأفكار مما ينعكس سلبا على علاقاتنا مع الآخرين تجعلنا قلقين متشائمين متقلبين وبتزيد من الصعوبات مع الجنس الآخر أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربيع سلبية بين القمر وبين بلوتو هاي الزاوية رح تكون الساعة ثمانية ودقيقتين صباحا بتوقيت جرينيتش طبعا هاي الزاوية بتدفع بعض الأشخاص للتسلط ومحاولة فرد سيطرتهم على الآخرين ممن حولهم من الأصدقاء وأفراد العائلة بعد هاي الزاوية مباشرة ببدأ عنا خلو المسار خلو المسار للقمر رح يبدأ الساعة ثمانية ودقيقتين صباحا بتوقيت جرينيتش ورح يستمر لغاية الساعة ثمانية و 11 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش يعني مدته تقريبا سبع دقائق ولكن ببضل فترة سلبية لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراشي ثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار الساعة ثمانية و 11 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش القمر بنتقل وبيستقر في برج الثور عشان هيك منصبح أكثر حذرا من ميل لحماية ممتلكاتنا ونادرا ما نبحث عن أشياء جديدة يجب أن نعتمد على نفسنا ماليا وأن لا نفكر في اقتراض الأموال من البنوك أو الأصدقاء أثناء وجود القمر في برج الثور ينصح ببدء خط التوفير أو شراء عقار أو استئجار عقار أو قضى وقت ممتع بالمنزل أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية بطيئة زاوية التزديس إيجابية بين عطارد وبين زحل هذه زاوية راح تكون الساعة 8.49 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش بتعزز قدرتنا على تحليل الأمور مناسبة للعمل أو لعمل فكري والمقاومة الجسدية نتصرف بحكمة من ثابر في أعمالنا أو مشاريعنا وهذا الوقت المناسب لتنفيذ أعمال فكرية بتطلب التركيز أو لإنجاز مضاربات عقارية أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التزديس إيجابية بين القمر وبين زحل هذه الزاوية راح تكون الساعة 4.56 دقيقة بعد العصر بتوقيت جرينيتش بنصبح أكثر قدرة على تنظيم شؤوننا بشكل فاعل وبتعزز لدينا الحسب المسؤولية مناسبة للسيطرة على الذات والثبات والحذر وبتمنحنا الجدية وحسن التنظيم والتوازن في إدارة أعمالنا أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليث إيجابية بين القمر وبين عطارد هذه الزاوية راح تكون الساعة 5.41 دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش بنشعر بقوة الفكر والقدرة على الإدراك الجيد للأمور بالإضافة إلى نشاط الذاكرة وسرعة البديهة بتزيد من خيالنا بتقوي من ذاكرتنا وبرضو من منطقنا وبتمنحنا كفاءات للعمل التجاري وبصير عنا ثقة بالنفس عالي جدا وبنتقلق بفضل سهولة تعبيرنا أما بالنسبة للزاوية الأخيرة وهي زاوية اقتران إيجابية بين القمر وبين المشتري هذه الزاوية راح تكون الساعة 7.4 دقائق مساء بتوقيت جرينيتش بنهتم بشكل كبير بمشاكل ومتاعب الآخرين من حولنا كأنها مشاكلنا إحنا ومنحاول أن نساعدهم قدر الإمكان وبتلح الفرصة للتحصيل على مكسب مالي وبتساعدنا في تعزيز الروابط العائلية برضو بتمنحنا العطف والمودة وبنحضب الشعبية واليسر المادي والصحة والحضوة عند الجنس الآخر ونجاحات مادية كما أنها بتساعدنا على التعرف على أشخاص ذوي نفوذ وبتمنحنا تقدير رؤسانا بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية واللي لازم نوفر لها العناية الإضافية خلال هذا اليوم طبعا من الآن ولغاية ساعات الصباح عندنا الرأس، الأسنهن، اللسان، العضلات المخططة والقضيب والمرارة والشرين والدم أما من ساعات الصباح وما بعد فبتصير الأعضاء الأكثر حساسية عندنا العنق والحنجرة والحبال الصوتية والغد الدرقية واللوزتين وتفاحة آدم هاي اللي بتصير أكثر حساسية طبعا الأعضاء هاي لازم نوفر لها العناية الإضافية وإذا شعرنا بشيء غير اعتياد راجع الطبيب وما مننصح بإجراء العمليات الجراحية الكبرى لإلها ولكن عمليات صغرى أو تنظير أو فحصات أو علاجات ما في أي مشكلة باقي أعضاء الجسم طبعا ما في أي مشكلة لإجراء العمليات الجراحية مناسب هذا اليوم لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة لا يصلح لإزالة الشعر الزائد بالليزر يصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ ويصلح أيضا للقص العلاجي بما أن القمر رح يستقر في برج الثور معناته خلو المسار القادم يعني لازم يكون بين الثور والجوزاء ولكن المرة هاي ما في خلو مسار الانتقال رح يصير مباشر من الثور للجوزاء تمام الساعة واحدة و 57 دقيقة بعد ظهر يوم السبت بانتقل وباستقر وبصير في الجوزاء أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحسار المحدب عمره 7 أيام في تمام الساعة 9 و 10 دقائق صباحا بتوقيت جرانيتش بصير 8 أيام نسبة الإضاءة 58% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الجدي حتى يوم 21 سعيد بنسبة 10% القمر في الحمل ورح ينتقل للثور زي ما حكينا في ساعات الصباح ورح يظل في الثور ليوم 21 سعيد اليوم بنسبة 100% عطارد في الجدي حتى يوم 52 سعيد بنسبة 15% الزهرة في القاوس حتى يوم 23 واحد منتحس بنسبة 10% المريخ في الجدي حتى يوم 13 2 سعيد بنسبة 60% المشتري في الثور حتى يوم 25 5 سعيد بنسبة 30% زحل في الحوت حتى يوم 29 6 سعيد بنسبة 15% أورانوس في الثور بيتراجع حتى يوم 27 واحد منتحس بنسبة 10% نبتن في الحوت حتى يوم 2 7 سعيد بنسبة 15% وبلوتو في الجدي حتى يوم 2 5 سعيد بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا ثقتكم بأنفسكم كبير اليوم من الآن ولغاية ساعات الصباح وبعمكم النشاط وبتسيطروا على زمام الأمور وبتنجحوا بالدفع بمصالحكم ممكن تهتموا بمظهركم أو بنوع من أنواع التغييرات وهذه المرحلة فيها انطلاقة لمشاريع جديدة أما من ساعات الصباح فبصير هذا اليوم بيحمل معاه فرصة مالية بتكون مفاجئة وبتدخل تحسينات على ميزانيتكم بتنشطوا بالاتصالات والزيارات وممكن تهتموا للترويج لخطة أو للقيام بزيارة ممكن تعالجوا بعض المسائل الإدارية أو التمويلية اللي بتتطلب منكم توقيع أو متابعة لدى المراجع المعنية برج الثور بالنسبة لما هوليد برج الثور طبعا من الآن ولغاية ساعات الصباح بيتطلب منكم عدم المبالغة في مجهودكم الجسماني لأن القمر ما زال موجود في بيت المتاعب فضعوا سلم الأولويات للعمل الضروري والعاجل وانتبهوا لغذاءكم وراحتكم من الآن ولغاية ساعات الصباح وحاول إنك ما تتخذ أي قرارات حاسمة أما من ساعات الصباح وما بعد تصبح ثقتكم بأنفسكم كبيرة بعمكم النشاط وبإمكانكم كتبادروا لخطوة جديدة الدعم من مركزكم الاجتماعي طبعا القمر لما بيوصل عندك من ساعات الصباح بيجعل هاي الفترة مميزة واستثنائية وبيدعوك الجو لبذل الجهد من أجل يعني التوافق أو المصالحات أو التقارب مع الأطراف الأخرى وتعتبر هاي الفترة من أجمل أيام الشهر وأكثرها دعما خذ المبادرة وكون شجاع برج الجوزة بالنسبة لموليد برج الجوزة من الآن ولغاية ساعات الصباح بتنشطه اجتماعيا وبتلتقه الأصدقاء ومنكم أشخاص ممكن يشاركوا في حفلة أو مناسبة سعيدة وحاول أنك تكون مخلص لصداقاتك ووعودك وبدك تنتبه لأن القمر بيقترب من بيت المتاعب فعشان هيك بصير نوع من أنواع الضغط فممكن يصير سوء تفاهم ما بينك وبين أحد الأصدقاء أو أحد المعارف أما من ساعات الصباح فالقمر بيستقر في بيت المتاعب فبصير هذا اليوم بيتطلب منكم عدم المبالغة في جهدكم الجسماني إنجزوا ما بوسعكم من عمل متراكم دون إهمال صحتكم لا تراهنوا على الحضوض ممكن تعانوا من ركود أو مراوحة المكان لا تجازفوا بصحتكم أو بعلاقاتكم الأفكار مشوشة والظروف مخيبة برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان طبعا من الآن ولغاية ساعات الصباح بتظل الفرصة متاحة للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل واللي بيعملوا بينجحوا بإثبات جدارتهم للمسؤولين وبإمكانكم تحافظوا على إنجازاتكم القائمة ولكن بدك تهدئ من روعك لأنها هاي فترة ما زالت سلبيا مشحونة بالمتاعب والتوتر علجوا الأمور بهدوء وقدم أفضل ما لديك من ساعات الصباح طبعا هنا ابتسعدوا من لقاء الأصدقاء وتعاونهم معكم ممكن يفاجئكم أحدهم بتصرفاته أو بطلباته وبترافقك رياح مؤاتي رغم الضغطات كرروا المحاولة إذا أردت الدعم والتأييد فترة مناسبة للانضمام الجمعية أو مؤسسة بتتلاقها مع طموحاتك برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد طبعا بتنشطوا في مساء اللي بتتعلق بالسفر أو اتصالات بعيدة من الآن ولغاية ساعات الصباح أو بعلاقاتكم مع أجانب أو أشخاص خارج البلاد وبتظل الفترة هاي مناسبة لأمتحان أو الجراء مقابلة وبتقدر تظهر تعاون أكبر مع الآخرين ومع الجهات المسؤولة وبتنجحوا بالترويج لعملكم وكسب الدعم والتأييد وحاول أنك ما تهمل واجباتك ولو كثرت أو صعوبت أما من ساعات الصباح فهنا القمر بدي ينتقل للبيت العاشر فبصير الجو مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل أو بيرغبوا في إدخال تعديل على طبيعة عملهم وبغسعكم إثبات جدارتكم للمسؤولين فترة مهمة على الصعيد المهني والاجتماعي ولكن ممكن يكون في قلق حول أحد أفراد العائلة أو ممكن أنك تواجه مسؤولية أو عبء مهني لا ترتبك في المواقف الحساسة الجو العام في نوع من أنواع الصعوبة برج العذرة بالنسبة لموليد برج العذرة طبعاً بتظل الأمور المالية بتشغل فكركم والفرصة متاحة لمكسب إلو صلة بشراكة أو تعويض بدروا لتصحيح الأخطاء وترتيب الأوضاع وإنتوا بحاج اليوم لطاقة عالية جداً لإتمام أعمالكم وخصوصاً من الآن ولغاية ساعات الصباح من ساعات الصباح الأجواء بتتغير للأفضل بشكل كبير فممكن اليوم يصلكم خبر من بعيد أو بتنجحوا في مسائل تتعلق بسفر أو اتصالات وبتزداد رغبتكم في البحث عن قاسم مشترك بيجمعكم بأحباكم وبترتفع المعنويات وبتصير فرص النجاح واضحة وعالية بشكل كبير وبتعودوا للإمساك بزمام الأمور هذه فترة إيجابية جداً بيسهل خلالها الحوار وممكن تفرحوا بخبر أو تجاوب بعض الأطراف معاكم على المستوى العاطفي أيضاً ممتاز جداً برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان بترغبوا في تدعيم شراكاتكم من الآن ولغاية ساعات الصباح وبظل هذا اليوم مناسب للقيام بعمل بالطلب تعاون من طرف ثاني ولكن بتظلها فترة لا تصلح لإثارة المتاعب فعشان هيك بتكون تتجنب الإنفعال والقرارات المرتجلة لغاية ساعات الصباح وأيضاً التصرفات العدائية أما من ساعات الصباح بتتغير الأوضاع وبتمنحكم فرصة لمكسب مالي إلو صلة بشراكة أو تعويض ولكن صحتكم أو صحت قريب لإلكم بتكون بحاجة للرعاية ممكن تفكر بمستقبلك وراحة شيخوختك أو تخذ المبادرة بالاتجاه المذكور قدم التنازلات وتراجع عن خطوات قررت يعني نوع من أنواع الإزعاج أو العدوات لا إلك برج العقرب بالنسبة للموليد برج العقرب من الآن ولغاية ساعات الصباح أنجزوا ما تراكم لديكم من عمل وبتجدوا أنه في نوع من أنواع التعاون ما بينكم بين أحد الزملاء حاولوا أن تنظموا جد والغذاءكم وتأخذوا قصة من الراحة من حين لآخر لأن القمر بيتجه لمقابلتكم فطاقتكم ضعيفة من المستحسن التبكير للعمل والتنسيق الجيد بين مختلف الواجبات وحاول أنك ما تبادر بعمل جديد اعمل بشكل روتيني أما من ساعات الصباح وما بعد بصير هذا اليوم مناسب للقيام بعمل بالطلب تعاون من طرف ثاني وبوسعكم تعزيز شراكاتكم ولكن بدك تحاذر الإنفعالات لأنه بيصعب التفاهم معك وممكن تقع في ورطة أنت بغنى عنها بسبب العصبية أو التهور الجو متوتر فممكن تظهر بعض المشاكل الطارئة فبدك تكون صبور وما تتذمر برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس بتزداد رغبتكم في التقرب من أحبائكم وتعزيز العلاقة معهم من الآن ولغاية ساعات الصباح وبظل الظروف جيدة جدا بالنسبة لإلك ولكن ممكن يكون فيها بعض القلق اتجاه أحد الأحبة عندك نشاط ممكن يتمارس هواية بتميلة له والترفيه عن النفس يعني أجواء جيدة أما من ساعات الصباح ورغم تراكم العمل إلا أنه عندك قدرة على إنجاز الكثير من أعمالكم ولكن بتكون نظموا بشكل جيد ما بين الواجبات نظموا جد والغذاءكم وخذوا قسط كافي من الراحة وما تلته بالقشور والأمور الثانوية والأعمال الغير مفيدة اعتمدوا على جهدكم وطاقدكم لحصد النجاحات والأرباح وراقبوا وضعكم الصحي برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي طبعا من الآن ولغاية ساعات الصباح بترغبوا في إدخال تعديل على مسكنكم والتفاهم مع أفراد العائلة تعتبر فترة مهمة لتعزيز الروابط بالرغم من الهواجس اللي بتعيشها في نوع من أنواع تبادل الزيارات أو الاتصالات المهمة عندك لغاية ساعات الصباح أما من ساعات الصباح وما بعد بترغبوا في التقرب من أحبائكم وتعزيز العلاقة معهم بوسعكم ممارسة نشاط فني بيطمئن بالكم نسبيا لأنه ممكن تجدوا حليف يدعم تصوراتكم لا تستسلم بل كرر المحاولات ممكن ترغبوا في استكشاف مناطق جديدة أو تميلوا للسفر أو المشاركة في رحلة عمل أو يعني مواضيع رومانسية أو عاطفية أو نجاحات ولكن ممكن يكون في قلق حول أحد الأحبة برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو بتنشطوا في السفر والاتصالات ومنكم أشخاص اليوم ممكن ينطلقوا في مرحلة مهنية للترويج لمشاريع بنجاح من الآن ولغاية ساعات الصباح وباستطاعتكم قلب المعادلة لصالحكم مش إنه ما تبقى وحيد بل ابحث عن الأصدقاء أما من ساعات الصباح فوما بعد بوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم وتعزيز الروابط العائلية ولا تسمحوا لعواطفكم بالتأثير على سلوككم وأداكم وما تنفعل حتى لو شعرت بالانزعاج اسعى لتحسين موقعك في العمل ولا تثبيته قدم المساعدة يعني للأشخاص اللي بيحتاجوها برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت بتظل الفرصة من الآن ولغاية ساعات الصباح متاحة لمكسب مالي هذا المكسب عادة بيجي من عمل إضافي ومنكم أشخاص ممكن يسترد مال بيعود له أو ممكن يحصل على هدية أو ممكن تسمع خبر سار وبيلعب قريب دور مهم بتهتم بقضية شراكة أو عمل أما من ساعات الصباح وما بعد هنا بتنشطوا بالدراسة والسفر والتنقلات والحوارات والنقاشات ويعتبر هذا اليوم مناسب للخروج في نزهة قصيرة وبكون لكم نوع من أنواع التعامل مع أخ أو جار أهم مش إنك تكون عنصر إيجابي وما تتسبب بالنفور للأشخاص اللي بيتعاملوا معك اتفهم الآخرين وابقى هادئ ولا تفوت عليك فرصة المصالحة والتسوية بل كرر المحاولات السابقة أمات استسلم وانتبه أثناء قيتك للسيارة هيك بنكون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر